أنا كل ما أتمنى أن المباراة النهاردة تكون العدالة عنوان هذه المباراة والكابتن جهات جريشا يعني المباراة كبيرة أنا أتمنى له والله بجد أتمنى له التوفيق في هذه المباراة ويكون الصفارة بتاعته عادلة في هذه المباراة ولا يرضخ لأي ضغوط كمان نقطة تانية مهمة جدا اعتذر مرة اعتذر التانية هتبقى صعب جدا للمرة التالتة هيكون فيها اعتذار لأنها هتبقى غير مقبولة حكام الفار لو بنتكلم على مباراة الأهل وسراميكا كليوباترا كان موجود في حكم التقنية كان في غرفة الفار الكابتن جهات جريشا وكان فيه برضو بعض الألعاب اللي ما كانتش واضحة لكل الحكام لكن المشاهدين كانوا واضحة بالنسبة لهم اللعبة وكانت فيها كلام كبير جدا فأتمنى النهاردة في حكم التقنية حكم الفيديو الكابتن طارق مجدي يقول ليه دور كبير جدا مع الكابتن جهات جريشا شفنا كابتن محمود عشور في مباراة الإسماعيلي والمحلة أربع ضربات جزاء لم يحتسبهم والفار هو اللي اداله الفرصة ان يدي ضربات جزاء لكي ضربات جزاء صحيحة أتمنى النهاردة الفار يكون ليه دور كبير جدا في مساعدة ومعونة الحكم في احتساب أي لعبة يكون فيها شك لا نسعى ولا نبغى سوى العدالة التحكمية لأن النادي الأهلي من أكثر الأندية بل أكثر نادي الوحيد تضرر سواء الموسم الحالي أو الموسم الماضي من أخطاء التحكمية في كل المباراة لا نسعى سوى العدالة والنهاردة لو تحكم عادل بإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يعمل نتيجة كبيرة ويحقق مكسب معنوي قبل السفر إلى الضحة رسالة للعابين النادي الأهلي انتوا معلوكوش أي ضغوط العب كورة وقدم مباراة كبيرة لأنك رايح كسعالم لأن أنت الأهلي أنت بطل إفريقيا أنت بتلعب مباراة لأنك نادي القرن أنت التشيرت الأحمر اللي كل واحد بيسعى لارتداء هذا التشيرت عشان يفوز بالألقاب عشان يفوز بالبطولات فأنت معلكش أي ضغوط الضغوط للشخص أو للفريق اللي بيحاول يعمل حاجة شبيهة للي بيعملها الأهلي فالضغوط على المنافس مش عليك أنت اعمل أفضل ما لديك والتوفيق والنتيجة بتاعت ربنا رايح كسعالم فالجمهور كله وثق فيك إن شاء الله بإذن الله نشوف النهاردة مباراة جيدة وفي الأول والآخر هي مباراة بسلاسة نقاط نتمنى فيها التوفيق رب للنادي الأهلي بعد المباراة باعي يكون في حديث بقى عن المونديال وكسعالم وأجواء الحمد لله محدش يعني بيعيشها في أفريقيا ولا في مصر إلا جمهور النادي الأهلي فجمهور النادي الأهلي الرسالة الإجابية لفترة الجاية لازم تبقى كبيرة جدا لأن انت معاك فريق كبير فريق عن لاك بطل إفريقيا للمرة التسعة والمشاركة الستة في كاس العالم الأندية دي أرقام والله العظيم في ناس بتدفع مليارات وفي جمهور بتتمنى دقيقة واحدة من هذه الألقاب ومن هذه الروح الجميلة اللي داخل النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر